اشتركوا في القناة من الدول التي تعتمد سياسة الحياد ولها احترامها وتاريخها المنشود وحول اللقاء الأخير الذي جمعه مع وفد إسرائيلي في عمان والقاهرة لاستئناف المفاوضات أوضح ريقات للشبيبة أن اللقاء جاء لتحديد العلاقة مع الاحتلال تمت الاجتماعات مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي نذاك السيد سلفل شلوم في عمان وفي القاهرة وبالفعل بمعرفة أضاء اللجنة الربعية الدولية والطلاع الأشقاء في الأردن وفي مصر طلبنا من الجانب الإسرائيلي وقلنا إذا أردتم استناف المفاوضات نحن على استعداد عليكم أن تعلنوا علنا أولا قبول مبدأ الدولتين على حدود 67 والموافق على ترسيم الحدود على حدود 67 ثانيا وقف الاستيطان بما يشمل القدس ثالثا تنفيذ الالتزامات التي ترتبط عليكم من اتفاقات المواقعة ورابعا الإفراج عن الدفع الرابعة لأسرى ما قبل أوسلة عاد إلينا الجانب الإسرائيلي في القاهرة وأخبرونا أن هذه الشروط غير مقبولة وأنهم يرفضون هذه المطالب ويعتبروها مطالب غير واقعية هذه المسائل ليست شروط إسرائيل عليها أن تقبل مبدأ الدولتين على حدود 67 خارطة الطريق إسرائيل وقف الاستيطان من في النمو الطبيعي خارط الطريق الإفراج عن الدفع الرابعة من أسرى ما قبل أوسلة اتفاق نتنياهو وكيري اتفاقات المواقعة موقع وبالتالي أنا أعلنت ذلك الحين ذلك المؤتمر الصحفي وحملنا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هيار عمرية السلام وقلنا أن الحكومة الإسرائيلية استبدلت المفاوضات بالإملاءات والمستوطنات وبالفعل الآن بعد ذلك بدأوا بممارسة الحل الإجرامي الأمني بالإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية وهدم المنازل وهدف هذه الحرب الشعواء التي تقوم بها إسرائيل عليها والجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة هو تدمير خيار الدولتين واستبدال ومبدأ الدولة بنظامين في حينه أيضا كتبنا حول هذه النتائج لأعضاء اللجنة الرباعية أعلم الرئيس أبو مازن الشقاء العرب في جلسة لجنة متبعة مدرات السلام العربية بذلك في شهر آب الماضي وأعلمنا العالم أجمع وحملنا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية التامة الآن المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ قرار قال فيه بالحرف الواحد ما لم تلتزم إسرائيل مدى الدولتين على حد سبعة وستين تفرج عن الدفع الرابع من الأسرة توقف الاستيطان وتلتزم بما عليها ملتزامات على اللجنة تنفيذين منظمة التحرير أن تباشر فورا إلى تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والصادية مع إسرائيل ترجمة نانسي قنقر